كيفية تضاعف DNA لكي ينسخ جزيء الحمض النووي ذاته يجب أولاً أن يسحب ويفك ضعطه واتم هذا بواسطة إنزيم الهيليكيز الذي يعرف أيضاً باسم إنزيم البادئ وتسمى النقطة التي يحدث الفصل فيها باسم مفترق التضاعف إنزيم النسخ الرئيسي DNA Polymerize لا يمكنه إضافة قواعد إلا إلى سلسلة موجودة بالفعل ولذلك يجب تخليق برايمر قبل أن يبدأ DNA Polymerize بصنع سلسلة جديدة من الحمض النووي وهناك قيد آخر على عمل إنزيم DNA Polymerize وهو أنه يعمل فقط عن طريق إضافة نيكليوتيدات الجديدة إلى نهاية الطرف الثالث لسلسلة الحمض النووي الموجود مسبقاً وبسبب هذا القيد يتم تكرار خيط واحد من الحمض النووي يسمى الحبل الرائد بشكل مستمر في حين يتم تجميع الخيط الآخر الذي يدعى حبلاً متخلفاً في مقاطع صغيرة يبني إنزيم DNA Polymerize المقطع الواحد بشكل عكسي بعيداً عن إنزيم الهيليكيز وذلك إلى أن تلتقي سلسلة بالمقطع السابق بعد ذلك يقوم إنزيم آخر وهو إنزيم ليجايز والذي يعرف أيضاً باسم إنزيم الربط بربط المقاطع الصغيرة معاً مكوناً سلسلة المتأخرة وبمجرد اكتمال عملية النسخ يصبح لدينا جزيئان متماثلان من الحمض النووي وتكون كل منهما من خيط قديم من الحمض النووي الأصلي وخيط واحد مركب حديثاً ترجمة نانسي قنقر